بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر في خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ببداية الموضوع يمكن بس حتى نستدرك الكلام اللي تفضل فيه النائب نبي الفضل بنبذة تاريخية يمكن مختضبة وأنا متأكد بأن هذه النبذة التاريخية أخذت من التاريخ الذي سجل الاتحاد الطلب اليوم في تالي مسألة المعرفة أين أنشأ الاتحاد بدأ في أربعة وستين في مصر ومن ثم انتقل بعدما أشيئت جامعة الكويت في تسعة وستين وغيرها مسألة تنظيم اتحادات الطلبة لا يختلف أحد على ضرورة تنظيم اتحادات الطلبة ووجود قانون بل أكثر من ذلك من نادى بهذا التنظيم هم اتحادات الطلبة وذلك من الثمانينات من بداية اجتماعات الحركة الطلبية سواء في وفود المؤتمر بتجمع جميع الاتحادات الموجودة في الخارج مع الاتحادات الموجودة في الكويت حقبة تاريخية كبيرة مرت فيها مسألة الاشهار ببساطة حتى ان اوضح للمشاهدين لمن يقول بان الاتحاد هو من يسأل عدم اشهاره الاتحاد هو من يسأل الاشهار ببساطة احنا عندنا كتاب وقرار وزاري صدر في سنة 2002 وكان وقتها الدكتور الوزير مساعد الهارون 10-2011-2002 بتشكيل لجنة من التعليم العالي وجامعة الكويت وممثلين على اتحاد الطلبة من اجل اشهار الاتحاد من ثم تغير الوزير ودخلنا الى قرار وزاري جديد او قرار من مدير الجامعة انا ذاك دكتور نادر الجلال هذا الكلام في 2004 تغيرنا تغيرت الوزارة في سنة 2011 مرة اخرى تم تشكيل لجان من قبل الدكتورة كانت الوزيرة استاذ الدكتورة موضي الحمود من اجل ايضا دراسة ووضع اقتراح لاشهار الاتحاد ومن 2011 انتهت هذه اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي وبرئاسة الدكتور جمال النكاس اللي هو حاليا رئيس او هو عميد كلية الحقوق وممثلة باتحادات الطلبة انتهت فعليا من قانون يسمى قانون اشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وهذا هو موجود وخلصت منه وتم التوافق عليه من قبل وزارة التعليم العالي ومن قبل الطلبة بعد ما الكل حط ملاحظاته والكل رد على ملاحظات الآخر وصلوا الى صيغة اتفاقية فيما بينهم ثم انتهت الوزارة واحلتها الى مجلس الوزارة فبالتالي اليوم مسألة لماذا لم يشهر اتحاد الطلبة لا ينام عليه الطلبة لان الطلبة انهوا الجزء المطالبين فيه اليوم هذا المشروع وهو مشروع جاهز وموجود فيه ادراج مجلس الوزارة لماذا لم يخرج؟ هنا هذا السؤال اني حق الموضوع اللي هو الاقتراح اللي تقدم فيه النائب نبيل الفضل ومجموعة من النواب وانا بامانة اعتقد بان من وقع على هذا الاقتراح لم يقرأ هذا الاقتراح بخلاف نائب نبيل الفضل اللي هو قدمه وان كانوا قد قرؤوا فهذه مصيبة هذا الاقتراح قدم في شهر 12 اعتقد 2014 الى هذا اليوم انا شخصيا لن معلق عليه لانه حق من حقوق اي نائب ان يقدم اقتراح ايا كانت قناعاته في نهاية هو نائب يمثل الشعب الكويتي الذي انتخبه يمثل قناعاته يقدم ما يحاول ان يقدمه من قوانين من اجل الاصلاح بشكل عام ولكن اليوم بعد ما يقر هذا الاقتراح من اللجنة التشريعية اصبح لزاما علينا ان نتكلم لان ببساطة مثل هذا الاقتراح يعني تم تمريره باللجنة التشريعية وهو يحمل مثالب سواء كانت في عوار دستوري او مثالب قانونية يمكن عندنا حلقة طويلة وراح ناخذها بالتفصيل يعني انا اخذت وقرأت هذا الاقتراح وحتى التعديلات اللي قدمت بتاريخ 22 ثلاثة